السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم فطائر لذيذة جدا لبني التي تبع في الشوارع والأسواق المسكرة التي بها المربع نبدأ وعن بركة الله إذن إليكم المقادير وممطنق تحضير لبني لذيذ جدا 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 إذن نولا نقبل كل شيء نضع زوز كسين فارينا يعني كسين عاديين من الدقيق الأبيض ونضيف نصف كاس من الدقيق الأبيض كما تلاحظون هنا إذن كاسين ونصف من الدقيق الأبيض أو الفارينا المعروفة هنا في الجزائر وماذا نضيف أيضا إذن ملعقة كبيرة من خميرة الخبز كما تلاحظون إذن سخاصة في وقت الحر الشديد دمني بني لدي دين جدا جدا تعمروهم بالكونفيتير ولا بالشوكولات ولا حتى بالعسل ثم نخلط جيدا إذن مع الملعقة هذية السكر لازم معها ملعقة كبيرة أيضا عفوا ملعقة كبيرة خميرة نضيف معها ملعقة كبيرة سكر واتنين ملاعق من الزيت النباتي هنا لما صورتش عادلا لما صورتش زيت عفوا فقط تعدروني وسكرها وحاطيناه الآن إذن ثم نلتقين إلى ملعقة صغيرة من الملح ونخلط بالملعقة فقط أو بالمغرف كما نهضرها هنا في الجزائر نبسسها جيدا كما قلت لكم نحط ملعقتين من الزيت النباتي نبسسها جيدا تحبوا كما هكذا تحبوا بين يديكم تحقوها عملي حت نحيو هذوكم آآ الفارينة تحلوها جيدا من الزيت كما تلاحظون وكأننا نبسسها بالزيت النباتي إذن واحدة واحدة إذن الآن نجبوا كأس من الماء الدافئ ونبلل الفارينة أو الدقيق الأبيض أو المكونات الجفة لحطيناها بقليل أو بشوية بشوية حتى نتحصل على عجينة طارية نوعا ما إذن كما تلاحظون بالماء الدافئة نبلل أو نرش العجينة وهكذا نلمها بدون عجنها ممكن نلموها فقط إذن من حمصة بيتش الماء كامل يبقى قليل من الماء في الكأس وأنتم أشوفوا الفارينة تحكم المهم تكون نوعا ما طارية ونبعد نلموها فقط بقليل من الدقيق الأبيض أو الفارينة كما قلت الكامل العجينة يجب أن تكون نوعا ما طارية إذن نضيف لها شوية مع كما شفتوا والآن نلموها إذن نلموها بالعقيلة وندخلها في بعضها حتى تتجانس المكونات كل كما تلاحظون من عجنوها كثيرا نلموها فقط الآن نحطوا شوية فارينة أو دقيق الأبيض ونجمحها مع بعضها إذن كما تلاحظون أمامكم طارية جدا كما تلسق في الأيدي إذن نحطوا شوية فارينة أو الدقيق الأبيض ونلمها جيدا نلمها هكذا نكوّرها كورة كبيرة نوعا ما إذن هذه الكمية تعطينا عدد كبير من الليبني حبيت الليبني إذن نلمها جيدا في بعضها كما تلاحظون هيا كما تلسق في اليدين إذن نعجنها قليلا فقط ثم نلمها إذن نغطيها ونتركها تختمر أو ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة أو حتى عشرون دقيقة إذن نغطيها بان توقشون فقط أو بسرفيات أو منديل ونخليها في المطبخ إذن هنا بعد مرور خمستاشة وعشرون دقيقة ها هي طلعت العجينة إذن انتفخت قليلا نوعا ما كما تشاهدونها ها هي إذن ماذا نفعل الآن إذن نضع قليلا من الدقيق الأبيض أو الفيرينة على البلان دو تخافاي هكذا ثم نضع العجينة ونطلعها ونقرسها بالقراص أو بالأيدي يعني هي طرية جدا نضع الرشة فوق منها أو نضع فوق الفيرينة هكذا ثم نجعلها كرة كبيرة سمكها يكون نوعا ما قليل أقل من واحد سنتيمتر أوكي ها هي صرت لبني أمامكم كما هي لذيذة وجميلة وذهبية لونها رائع جدا جدا هي نفس التي تباع في الأسواق أو تباع في الشوارع أو في البحار ثم نضع كأس فقط أو قطعها كما تحبوا تكون دائرة دائرية نقطعها إلى كورية هكذا على شكل دائرة بسمك صغير جدا أقل من 0.5 سنتيمتر نضع سمكها يكون جدا قليل ونضع قطع البني أو قطع العجينة على البني كما تلاحظون ها هي نضعها نقطعها كامل وهذاك الزيت نزيد نعوده نعوده نعجنه ونعوده نكونه بها قطع من البني أو العجينة نضع الزيت على المقلات أو في المقلات على نار قاوية إذن عندما يغلي الزيت إذن نجرب الأولى نشوفها إذا انتفخت نضع الكوريات الأخرى من العجينة كما تلاحظون إذن هي فيها الخميرة خميرة الخبز إذن تنتفخ كل ما كان الزيت ساخن جدا إذن عندما تكون حمار إذن تضطها على الجهة الأولى ثم ندورها على الجهة الثانية إذن انظروا كم هي ذهبية وجميلة ومنتفخة جدا تكون هشة ولديدة جدا جدا تملأ بالمربا كمفيتير أو بالعسل وكذلك نغضوها في الصكر الراتب وشكر غلاس كما تحبون أو سكر المائدة إذن لذيذة جدا جدا خير من اللي تتبع في الشوارع نظيفة في المنزل وكذلك شهية جدا إذن انظروا كم هي رائعة ومنتفخة إذن طيبها في المقلعة هكذا حتى تحمر ويصبح لونها ذهبي نضعها جانبا تسقطر في كسكاس أو في بابي أبسغبون إذن حطوها جانبا تسقطر نوعا ما ثم نضعها في صحن التقديم مزينة بالمربع أو كما قلت بالصكر المائدة إذن نحكم واحدة هنا نحكم واحدة هنا من اللي بني هذي اللذي ده جدا جدا وشهية وشهية نشوفوا واحدة إذن انظروا كم هي فارغة من الداخل نقطع حبة في المقص ونملأها بالكونفوتير أو بالشوكولاتة أو بالسكر أو بالعسل كما تريدين انظروا كم هي فارغة من الداخل انظروا بالصحة والهنة إذن أتمنى أن تكون قد أعجبكم أو أعجبتكم هذه الوصفة اللذي ده جدا 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 بالصحة والهنة إلى وصفة أخرى إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام